بالنسبة لخطوط الشحن البحري وفي ظل الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر يواجه ميناء سنغافورة فترات طويلة من ازدحام السفن عليه وسط تحويل السفن لمسارها بعيدا عن البحر الأحمر وقد أجبرت هجمات الحوثيين مالكي السفن على تجنب قناة السويس وسلوك الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح مما يشير إلى أن السفن باتت لا تفرغ البضائع في موانئ منطقة الشرق الأوسط ما يفاقم الاختناقات البحرية بالمياه قبالة سواحل سنغافورة